اكدت سعادة دكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة على ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم كبير واهتمام متواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الامر الذي كان له عظيم الاثر في حفظ صحة وسلامة المجتمع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة على كافة المستويات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة بمشاركة الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط في مركز ولي العهد للبحوث والتدريب وذلك على همش زيارته لمملكة البحرين وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت وزيرة الصحة عن فخرها بإطلاق منظمة الصحة العالمية لتقرير جهود مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 والذي يوثق الاستجابة الاستراتيجية لمملكة البحرين للفيروس وجهودها في التصدي له وذلك عبر وضع البروتوكولات اللازمة في مختلف مسارات التعامل مع الفيروس وانشاء غرفة عمليات تعمل على مدار ساعة لمتابعة المستجدات وتتبع كافة العمليات وهي مركز انطلاق استراتيجيات الاستجابة الفورية في المراحل المختلفة للتصدي للفيروس من جانبه أشاد معالي الدكتور تيدروس أدهنام جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمة مرئية عن شكره وتقديره إلى مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة لحرصها على تبادل الخبرات في المجال الصحي متطلعا لاستفادة البلدان الأخرى في منطقة شرق المتوسط من تجربة البحرين الرائدة والنموذجية بدوره أشاد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالتعاون رفيع المستوى بين القطاعات الصحية بمملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 أثبت النظام الحالي النظام الصحي والشراكة مع القطاعات المختلفة وبفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة آهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفريق البحرين الذي يمثل كل فرد في هذا المجتمع ويتحمل دوره ومسؤوليته أثبت فعليته وصلابته بتسخير الموارد وإدارتها لإدارة الجيدة فنبني على هذه النجاحات والاستفادة من الدروس المستقاة من هذه التجربة توثيق تجربة مملكة البحرين من خلال منظمة الصحة العالمية يعكس نجاح هذه التجربة ومشاركتها لدول العالم بأسره وبالتالي حرص مملكة البحرين لشراكة هذه الإنجازات ليس فقط كمكتسبات ولكن كدروس مستفادة تساعد الدول الأخرى لبناء قدراتها والتبييز عندما سجلت أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في مملكة البحرين في فبراير من العام 2020 تحركت الحكومة بشكل سريع وقدمت الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين بدءا من إجراء الفحوصات المجانية للكشف عن الفيروس كما طبقت العديد من الإجراءات الوقائية بشكل سلس والتي كانت موجهة لكافة أفراد المجتمع من مقيمين ومواطنين لقد استطاعت مملكة البحرين احتواء الفيروس بفضل تطبيق سياسة التقصي المبكر عن الفيروس وتوسيع نطاق التطعيم وتقديم الرعاية الصحية من قبل فريق طبي مدرب وفي الوقت ذاته استطاعت مملكة البحرين التغلب على العديد من التحديات في جهودها للسيطرة على الجائحة العالمية لاحظت ولله الحمد تفعيل أبقاديات الصحة العامة تفعيل أبقاديات التعامل مع الطوارئ الصحية بمختلف أنواعها وخاصة هذه الجائحة من حيث بدء تشكيل اللقنة الوطنية برئاسة شخص متمرس ومتمكن في المجالة الطبية وفي القيادة الطبية وبمشاركة جميع القطاعات اتباع نهج الحكومة الواحدة والمجتمع بأسره وهو النهج الذي توصي بمنظمة الصحة العالمية فهذه ولله الحمد سمة برزت في تعامل مملكة البحرين مع هذه الجائحة السمة الأخرى وهي طبعا إشراك جميع أفراد المجتمع لإشراك الفاعل والعمل على توعيتهم بطرق مختلفة تناسب اغتياجات المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر